نجحت السفارة المصرية في بيرن في استرداد قطعة أثارية فريدة تنتمي للحضارة المصرية القديمة يعود تاريخها إلى 3400 عام هي عبارة عن جزء مقتطع من تمثال جماعي للملك رمسيس الثاني يأتي هذا في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة للحفاظ على تاريخها وإرثاء الحضاري جديد بالذكر أن السفارة المصرية في بيرن قامت بالتنصيق مع مديرة مكتب شركة مصر الطيران في جناب لتولي شحن القطعة المشار إليها مجانا على خطوطها وإعادتها إلى أرض الوطن